عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرة العقائدية شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطحر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعار إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء قبل أن أقرأ الحديث الذي ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أنني سأعرضه بين أيديكم قبل أن أقرأ هذا الحديث الشريف المهم خلاصة لمضمون التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء مر الحديث في هذا الركن وهو الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية كان الله ولم يكن معه شيء أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها والمشيئة عنوان للحقيقة المحمدية لأننا إذا أردنا أن نجمع بين كل المعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع من آيات القرآن بحسب تفسيرهم كما بايعنا بيعة الغدير ومن أحاديثهم وهي كثيرة وكثيرة جدا في هذا الموضوع ومن خطبهم ومن زياراتهم ومن أدعيتهم عندنا كم هائل من النصوص والحقائق والمعطيات في هذا الموضوع لكن أغبياء النجف تركوا كل هذا لماذا؟ اقتداءا بدين السقيفة بني ساعدة والتزاما بعلم كلامهم وتمسكا بقواعد العقائد عندهم وتركوا كل هذه الحقائق وحبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل التي نسخت 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 لهذا السبب توقفت عقولهم ولهذا السبب لم يوفقوا مطلقا وما نالوا شيئا من نور بصيرة يهتدون بها ظلوا يترددون في حيرتهم فجاءون بدين مرقع أنتم تلاحظون ما عرضته لكم من بداية هذا البرنامج تلاحظون أنني أتحدث عن لوحة واحدة عن منظومة عقائدية متماسكة كل أجزائها ترتبط ببعضها رباطا وثيقا منذ أول حرف إلى هذه اللحظة وسيبقى هذا الحال مستمرا بنفس هذه الطريقة إلى أن ينتهي البرنامج مراد إلى أن تنتهي مجموعة الحلقات هذه التي عنوانها مجموعة حلقات أعرف إمامك لاحظتم أن نظاما متسقا ومستوسقا ومتناسقا ومتكاملا في كل الذي طرح في هذه الحلقات عودوا إلى ما كتبه مراجع النجف في العقائد إنها مرقعات مثل ما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية جودلية وبيض خياطة من كل زيج رقعة بالضبط دينكم وعقيدتكم التي أخذتموها من مراجع النجف من حوزة الطوس من كل زيج رقعة مجموعة من الرقع أعود إلى ما أريد أن أتحدث عن مشكلة النجف مشكلة كبيرة لا أستطيع أن أغطيها بدقائق هذه طامة كبيرة قادت أسلافنا إلى الضلال ولا زالت تقود الأجيال المعاصرة وحتى الأجيال القادمة فإنهم يقودون هذه الأجيال إلى الضلال مثل ما قال إمامنا الصادق بالضبط فضلوا وأضلوه هؤلاء المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة فضلوا وأضلوهم كما في رواية التقليد الموجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه على أي حال كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمة إنها المشيئة التي خلقها بنفسها إنها النور الأول إنها الصادر الأول إنها الخلق الأول إنها المخلوق الأول إنها الروح الأول إنها العرش الأول إنها اللوح الأول إنها القلم الأول إنها النون الأول مصطلحات وعناوين كثيرة يمكننا أن نتلمسها في أحاديثهم الشريفة لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه العناوين وعند هذه المصطلحات إلا أننا سنستعمل العنوان الذي وردنا على شفاه محمد صلى الله عليه وآله من عمه أبي طالب إنها الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية لها وجه من حيث الله هذا هو الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ونحن ونحن لا نملك إشارة ولا عنوانا ولا لفظا يشير إلى هذا قد يقول قائل فكيف فكيف نملك عنوانا ولفظا وإشارة تشير إلى الله ولا نملك عنوانا ولفظا وإشارة تشير إلى وجه الحقيقة المحمدية الذي استقر في ظل الله فلا يخرج منه إلى غيره كيف يكون ذلك سيأتي الكلام فإننا أيضا في المقام الأتم للتوحيد حينما يكتمل الحديث في أركان التوحيد الأربعة سنصل إلى هذه النقطة من أننا لا نملك لفظا ولا صوتا ولا إشارة تشير إليه سبحانه وتعالى ما هذا الكلام سيأتي لكن صورة لن تكتمل ما لم أضع النقاط على الحروف وبالتدريج إنني أحدثكم عن شيء ما سمعتم به سابقا لكنه ليس من صنعي هذه حقيقة التوحيد في دين محمد وآل محمد لأنكم لستم على دين محمد وآل محمد أنتم على دين مراجع النجف وهم كذبا وزورا يدعون أنهم على دين محمد وآل محمد إنهم على دين سقيفة وآل سقيفة إنهم على دين سيد قطب وآل سيد قطب إنهم على دين الطبري وآل الطبري إنهم على دين الفخر الرازي وآل الفخر الرازي إنهم على دين المعتزلة وآل المعتزلة إنهم على دين ابن عربي وآل ابن عربي إنهم على دين الأشاعرة وآل الأشاعرة إنهم على دين الشافعي وآل الشافعي هؤلاء أئمتكم من هنا جاءوكم بدينكم لذا تجدون هذا الكلام غريبا هذا الكلام غريب لأنكم غرباء عن دين محمد وآل محمد وسيعود الإسلام غريبا يا كامل يا كامل المؤمن غريب المؤمن غريب فطوبى للغرباء الإمام الباقر يقول لكامل التمار يا كامل يا كامل المؤمن غريب فطوبى للغرباء الناس من حوله بهائم هكذا يقول الأئمة الناس بهائم والمؤمن غريب غريب الناس بهائم ربما أفضل شيء أسوقه لتوضيح كلمة الصادق من أن الناس بهائم من حول المؤمن والمؤمن غريب ما يقوله مراجعنا الكرام أتحفونا أتحفونا من رحمة على والديكم أتحفونا وأريحونا بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لي لأخر بابل ما توصل للنوبيلية؟ قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعمر تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتحفونا خمسة قال لي لنستعجب مش جاها قلنا تركب يعني خلاها أغميشيني كما تقول خلاها أغميشيني جيمي قلت بغلافو كان حالة اسمهم فقوش ديخ تعرفي فقوش ونص عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسوان عربة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ لا شيء لا لا معلم إجمالي هذا الواقع وحق قرآن محمد هذا مراجعكم في النجف الذين تقلدونهم يصفونكم بالبائم حينما يجلسون في مجالسهم الخاصة ويتحدثون هم وأولادهم وأصهارهم وحق قرآن محمد هذا لست مجبرا أن أقسم بالقرآن أمامكم لكن الحقيقة هي هذه هذا هو حالكم ولذا تستغربون عقائد محمد وآل محمد هذه هي عقائد محمد وآل محمد التي أحدثكم عنها والتي يجب عليكم أن تتأكدوا من صحتها أنا لا أطلب منكم أن تتبعوني فأنا في غنى عنكم نست محتاجا لكم ولا أطلب منكم أن تصدقوني أنا في مقام أداء وظيفة الشرعية صدقوني هذه الحقيقة أنا أدركتها منذ أن كنت في العشرين حين بلغت إلى العشرين من عمري كنت قد نضجت علميا وهذا الأمر يعرفه الذين عشت معهم هذا الأمر معروف عني في أجوائي الحوزة القموية إنني نضجت علميا في العشرين وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع ما نحن بشيعة ما نحن بشيعة وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع من أن الدين الذي بين أيدينا ما هو بدين محمد وآل محمد ومن أننا لازلنا في مرحلة التنزيل وما انتقلنا إلى مرحلة التأويل الحكاية طويلة أنا لست محتاجا لكم هذه القضية واضحة عندي قبل أربعين سنة أكثر من أربعين سنة وظيفتي الشرعية تلزمني أن أضع الحقائق بين أيديكم ولا أعبأ بالنتيجة التي تترتب على ذلك ولا أعبأ بموقفكم كيف سيكون تلك مشكلتكم تأكدوا من هذه الحقائق وعرفوا أن الدين الذي أنتم عليه ما هو بدين محمد وآل محمد بقايا من مرحلة التنزيل التي نسخت وشيء جاءوا به من مزابلي نواصب السقيفة على اختلاف تفاريعهم واتجاهاتهم وبعد ذلك أضافوا إلى كل ذلك ما خرجت به في عقولهم عقولهم السفيهة لو كانت عقولهم حكيمة هل ذهبوا إلى مزابلي النواصب السقيفة عقول سفيهة فأنتجت ما أنتجت ثم دلسوا ذلك بصبغة جاءوا بها من حديث العترة وثقافة العترة الطاهرة ولقد اختاروا ما هو الأقرب إلى النواصب هم مشغولون دائما حتى حينما يصلون إلى أمر صحيح ماذا سيقولون عننا السنة ماذا سيقولون ما علاقتنا بالسنة السنة هل يعبؤون بنا السنة أحرار في عقائدهم ونحن أحرار في عقائدنا فلذا أقول لكم أخاطب أبنائي وبناتي من أشياء الحجة بن الحسان لا صيرون سرابيت مثل مراجع النجاف ولا صيرون طاهين حظ مثل مراجع النجاف انتبهوا إلى دينكم لا شأن لكم بنواصب السقيفة نحن في طريق وهم في طريق هم أحرار فيما يعتقدون ولا نتدخل في شؤونهم ونحن أحرار فيما نعتقد ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا أعود إلى كلامي فيما يرتبط في نشأة الحقيقة المحمدية فلها وجه إنه الوجه المصون إنه السر الإلهي المحمدي المخزون لها وجه مستقر في ظله سبحانه وتعالى حيث لا يخرج إلى غيره ولها وجه ظاهر مشرق أشرق بصفحة الوجود وما عليها فهذا الوجود صفحة أشرقت من ظهر الحقيقة المحمدية وبعد ذلك رسمت الأسماء الحسنى التي هي من مجال ومظاهر الحقيقة المحمدية رسمت ما رسمت على صفحة الوجود ابتداء من أعلى ما في الملأ الأعلى وانتهاء إلى أسفل مراتب الخلقيات إنها سورة القلم بعد البسملة في الآية الأولى من سورة القلم أتعلمون أن القلم هو اسم من أسماء علي في ثقافة العترة الطاهرة القلم علي هذه السورة سورة علي سورة القلم سورة علي نون نون والقلم وما يسطرون نون في ثقافة العترة محمد صلى الله عليه وآله هذا ما هو بشيء من عندي هذا تأويلهم هذا تفسيرهم نون هي الحقيقة المحمدية فنون في لغة العربي هي المحبرة هي دوات الحبر وفي الحبر هذا الذي هو في المحبرة كل الذي سيسطره القلم على صفحة الوجود على صفحة هذا الكتاب هناك كتاب آفاقي كتاب تكويني مثل ما عندنا كتاب تدويني هذا كتاب تدويني هو المصحف مر علينا في سورة الزخرف فماذا قرأنا في سورة الزخرف في الآيات الأولى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حينما يسطر على الورق يتكون عندنا مصحف يتكون عندنا كتاب تدويني لكنه في الحقيقة هو هو انعكاس لكتاب تكويني في أعلى الرتب وإنه في أم الكتاب ذلك هو الكتاب التكويني الأصل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم نون والقلم وما يسطرون القلم عنوان لعلي في تأويلهم هذه روايات وأحاديث من أحاديثهم إذا كنتم تستغربون هذه الثقافة المشكلة فيكم وأساس المشكلة أولئك الغبران في النجف إنهم أصحاب العمائم الإبليسية القذرة إنهم أصحاب العمائم العباسية الناصبية إنهم أصحاب العقول المعتزلية إنهم أولئك الذين نقضوا بيعة الغدير المحمدية مشكلتكم من هنا بدأت حاولوا أن تطهر عقولكم وقلوبكم من قذارات أولئك الفاشلين من قذارات أولئك الخائبين من قذارات أولئك الخائنين الذين خانوا العهود ونقضوا المواثيق مع محمد وآل محمد هذه هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات هذا الحديث ما هو بحديث سياسي ولا هو بحديث إعلامي للتطبيل والتسويق هذا حديث العقيدة هذا حديث الدين هذا حديث البيعة الغديرية المحمدية هذا حديث العهد والميثاق مع الحجة ابن الحسن هذا منطق الحقيقة والصواب هذه الهداية في أجمل صورها وفي أكمل مراتبها هذا قرآنهم بتفسيرهم وهذا حديثهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم نون عنوان للحقيقة المحمدية حيث كل الفيض الحبر الأمثلة حسية وماذا سيصنع القرآن لنا نحن بحاجة إلى أمثلة حسية توضع في قوالب لغوية إنا جعلناه قرآنا عربيا وضعت تلك الأمثلة الحسية في قوالب عربية لماذا لعلكم تعقلون وإلا فإن الحقيقة ليست كذلك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي حكيم مر علينا في دعاء أبي طالب صلوات الله عليه سأل الله بالمحمدية المحمودة وبماذا وبالعلوية العالية في أم الكتاب هناك في أعلى العلو في أم الكتاب لعلي حكيم تلك هي العلوية العالية نون والقلم وما يسطرون فنون عنوان للحقيقة المحمدية التي فيها كل المدد كل المدد الذي مد به هذا الوجود من فيض إنه المداد المحمدي الخالص الصافي حيث يفيض هذا المداد عبر بوابته فالقلم بوابة المحبرة مثلما علي باب لمدينة العلم المحمدي ألا تلاحظون أن الرموز والإشارات والعناوين تتعانق تعانقا واضحا ألا لعنة على منهج حوزة النجاف ألا لعنة على هذا المنهج الخذر الذي بعد فيما بيننا وبين ثقافتنا القرآنية الأصيلة فجاءونا بتفاسير النواصب وجاءونا بثقافة النواصب وحالوا فيما بيننا وبين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أجد وقتا كي أتعمق كثيرا في دلالة هذه الآيات إنما جئت بها مثالا تقريبيا نذهب إلى فاصل الحقيقة المحمدية وجه مستتر مصون مخزون استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج منه إلى غيره ووجه شعت منه الأسماء الحسنى إنها صفحة الوجود وما كتب القلم نون والقلم وما سطر وما كتب وما رسم حين نتحدث عن التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية نتحدث عنها حيث كانت ولم يكن شيء معها بعد أن خلقها سبحانه وتعالى وبعد ذلك صدرت الأشياء منها ولا بد أن نعرف من أن الحقيقة المحمدية المحمدية من دونه سبحانه وتعالى تساوي صفرا لأنها أساسا لم تكن موجودة لأنها أساسا كانت صفرا وبعد ذلك وجدت كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بالكلمة بالكلمة بعد ذلك وجدت هذه المقامات لا بد أن تحفظ شديد الحفظ هذا الذي ذكرته لكم فيما تقدم في الحلقات الماضية من أن قاعدتين لا بد أن ننظر إليهما دائما ونحن نتحدث في مثل هذه المطالب حفظ الحيثيات هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية حفظ المقامات فلا بد أن تحفظ المقامات وإلا فإننا سنقع في خلط وخبط وذلك هو الضلال هذا الذي قاد الغلات إلى ما قادهم من السبائية والخطابية والبيانية والنصيرية إلى 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 هذه عملية الخبط والخلط بسبب الجهل المشكلة الأولى والأخيرة في هذا العالم الجهل فحينما يعود الناس إلى جهال فإن الجهال يتسيدون عليهم ويصبحون أئمة لهم ويعبثون بهم شر عبث هذا هو الذي فعله الغلات بأتباعهم على مر التأريخ وإلى يومنا هذا وهذا هو الذي فعله مراجع النجف بنا فهم جهال لا يفقهون دين محمد وآل محمد ربما يعرفون أشياء أخرى يفقهون دين سقيفة بني ساعدة لكنهم لا يفقهون دين محمد وآل محمد ومن هنا أوقعون في الضلالة والمتاهة وإلى هذا تشير كلماتهم على سبيل المثال كلمات أمير المؤمنين في خطبه وأحاديثه تخبر الشيعة في زمان الغيبة من أن تيههم سيكون أضعاف أضعاف تيه بني إسرائيل وهذا هو الذي نحن وقعنا فيه منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يأتينا مرجع فيعبث بنا إلى أن يموت وتتخلص الشيعة منه يأتينا مرجع آخر كي يعبث بنا مرة أخرى ومن عبث إلى عبث ومن ضلالة إلى ضلالة والأمر مستمر والذين يقفون في الصف بانتظار نوبة المرجعية كي يركبوا على ظهورنا مثل ما تقول الوثيقة الديخية تركبهم تركبهم مثل ما ركبهم وفلان وفلان الذين ينتظرون في الصف كي يستريحوا على ظهورنا ويقولون لنا ديخ ونحن مسرورون نتراقص نحرك حوافرنا الكريمة نضرب بها على الأرض فرحا هذا هو الواقع الشيعي من دون رتوش من دون أغطية من دون ستر ومن دون تدليس ومن دون تمويه هذا هو الواقع الشيعي مثل ما يقول باع الرقي بشرط السجين هذا بشرط السجين على عينك يا تاجر هذا هو واقعنا الشيعي كما هو سيتضح لنا المطلب شيئا فشيئا لكن بقيت ملاحظة واحدة وبعد ذلك أقرأ الحديث بين أيديكم مثلما الحقيقة المحمدية تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى فهي كانت صفرا لا وجود لها كان الله ولم يكن معه شيء ولكنه أوجدها أوجدها بأعظم عظمته وأحبها أحبها إلى الحد الذي استقر وجهها المخزون وسرها المصون في ظله فلا يخرج منه إلى غيره كلمات نرددها نعرف دلالتها اللغوية فقط أما أغوارها الحقيقية بعمق معرفة الله ومعرفة الحقيقة المحمدية هذا ما لا نستطيع أن نتخيله ولو في حواشي 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 هذه المضامين العزيزة في أشرف مثل ضربه في قرآنه في سورة النور مثل المشكات ومثل المصباح والشجرة والشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية ماذا جاء في هذا المثال يكاد زيتها يضي 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 ولو لم تمسسه نار الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن الله قال هذا في قرآنه هذه ما هي برواية حتى تجد طريقا إلى تكذيبها يكاد زيتها يضي يضي تلك الشجرة وتلك المشكات وذلك المصباح وتلك الحقيقة التي هي نور على نور يكاد زيتها يضي يكاد من أفعال المقاربة فإن الآية هكذا تريد أن تقول لنا إن الحقيقة المحمدية لعلو شأنها ولعظمتها ولأنها مجمع كل جمال وجلال وكمال ولأن القدرة الإلهية بتمامها تجلت فيها فكأنها توجد بنفسها تكاد أن توجد بنفسها من دون الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يقول عنها إنها أمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار إنها نار القدرة الإلهية ونار الجبروت الإلهي فهذا الزيت يكاد أن يضيء من عند نفسه لماذا لعظمة هذا الزيت فهو بنحو ذاتي قادر أن يشرق نورا فلأن الله أودع كل شيء في الحقيقة المحمدية هو يقول عنها يكاد زيتها يضيء من دوني تذكروا فعل المقاربة يكاد يكاد يعني أن ذلك ليس موجودا في الواقع ولكن هذه التعابير تريد أن تشعرنا بعظمتي وعلوي وجلالي وسبحانيتي هذه الحقيقة المقدسة إنها الحقيقة المحمدية العظمى فمثلما قلت لكم تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى لماذا لأنها كانت صفرا كانت مسبوقة بالعدم ولكنها بتعبير القرآن بحسبه سبحانه وتعالى لأنه قد وضع فيها كل شيء يكاد زيتها يضيء من دون أن تمسه النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تلك هي الحقيقة المحمدية وهذا معنى الركن الثاني من أركان التوحيد وهو وهو التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا وانصرانا فإنكما ناصران نذهب إلى فاصل بعد هذه المقدمات التوضيحات سأقرأ عليكم الحديث الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية الكتاب الذي بين يدي الكافي الشريف هذا هو الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طيران إيران كتاب التوحيد باب حدوث الأسماء صفحة 133 بحسب الطبعة التي بين يدي طبعات الكافي كثيرة فعودوا إلى العناوين في الفهرست كتاب التوحيد باب حدوث الأسماء الحديث الأول بسنده بسند الكليني رحمة الله عليه عن إبراهيم بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتمنى أن تلتفت إلى هذا الحديث المهم من استطاع أن يهيئ نص الحديث فعليه أن يتابع معي قطعا أنا لا أملك وقتا لشرح الحديث في حلقة اليوم سأشرح الحديث إن شاء الله في حلقة يوم غد لكن علي أن أقرأ النص أمامكم عن إبراهيم بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله تبارك وتعالى خلق اسما دققوا النظر الحديث عن اسم مخلوق خلق اسما الحديث ليس عن الله في الأفق الأول الحديث ليس عن الركن الأول من أركان التوحيد في عقيدتنا التوحيدية كان الله ولم يكن معه شيء الحديث عن اسم مخلوق خلقه الله إن الله تبارك وتعالى فهنا لفظة الله أطلقت على الذات الأولى القديمة ولكنكم ستلاحظون في هذا الحديث أن لفظة الله ستطلق على الحقيقة المحمدية أيضا وسيأتينا من أنها ستطلق على الإمام المعصوم ولكن كل إطلاق بحسبه سيأتي بيان كل شيء بالتدريج إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت ليس هناك من حروف ليس هناك من أصوات ليس هناك من دلالات وإشارات إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله فجعله سبحانه وتعالى خلق اسما بهذه المواصفات سأعود إلى شرح الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى الله خلق اسما بهذه المواصفات إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف هذه هي الحقيقة المحمدية العظمى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور أنا أقرأ عليكم من الكافي من أهم كتبنا وهذا حديث صادق فجعله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم بهذه المواصفات فجعله كلمة تامة هذه هي الحقيقة المحمدية فجعله كلمة تامة على أربعة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون هذا الذي ليس له من إشارة فهذه الأسماء التي ظهرت أولها أي اسم فالظاهر هو الله تبارك وتعالى فهذا إطلاق ليس على الحقيقة المحمدية وإنما إطلاق على ما تجلى منها أعيد قراءة الكلام حتى يتحقق عندكم فهم إجمالي بانتظار يوم غاد فجعله جعل ذلك الاسم الذي خلقه بالأوصاف المتقدمة فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك إثنى عشر ركن ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوب إليها هذه تجليات الحقيقة المحمدية فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحي المميت الباعث الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هذه الرواية وهذا الحديث الشريف يحدثنا عن الحقيقة المحمدية وما تجلى منها من الأسماء الحسنى هذه الرواية تخبرنا عن التوحيد في الأفق الثاني إنه الركن الثاني من أركان التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية التي كانت ولم يكن معها شيء بعد أن خلقت التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار هذه الرواية هي التي طلبت منكم إذا كنتم قادرين أن تهيئوا نصها أن تتابعوا معي فهناك الكثير من المطالب غير الواضحة فيها سأعرضها بين أيديكم بالتفصيل في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر